مرحبا خير ولسه بكمل معاكم الموضوع اللي انا ابتديته مبارح وهو ازاي نحافظ على سلامة عقلنا ومخنا وتكلمت على الفرق ما بين العقل والمخ وقلت لكم ان انا هقول هتكلم عن 20 نقطة ازاي نغذي عقلنا ونحافظ عليه ياريت تشوفوا الفيديو بتاعي مبارح هو كان طويل شوية لكن انا تناولت نقاط كتير قوي وبالتفصيل النهاردة هتكلم على 10 نقاط تانية ممكن نعملها عشان نحافظ على سلامة عقلنا ومخنا النقطة الاولانية هي تعلم كلمات جديدة ونستخدمها الزكاء مكون من عدة مكونات فيه بيقولوا الذكاء اللي هو الحسابي او الارقام وفيه الذكاء اللغوي اللي هو استخدام اللغة ومعرفة الكلمات واصول استخدام اللغة واستنباط المعاني من الجمل والمقاطع وفيه الزكاء اللي هو بيسموه اللي هو المكان ان انا اقدر احدد ده نحية اليمين ولا نحية الشمال الفوق ولا تحت اعرف اقرى خريطة لما اروح مكان اعرف الاتجاهات فيه ده بردو نوع من الزكاء ممكن اعملكو فيديو مخصوص عن الانواع الزكاء لان ده بردو من الموضوعات اللي انا كنت مهتمة بيها جدا ومن الموضوعات اللي كانت دخلة كمان في دراستي لما كنت بدرس الليدرشيب القيادة القيادة والادارة لان انا ما بحبش اقول ان القيادة احسن من الادارة القائد الناجح لازم يكون كمان مدير ناجح المهم خلينا في النقطة دي فتعلم كلمات جديدة بيحافظ على سلامة مخنا ليه؟ انا كلمتكم مبارح عن ان الخلية العصبية وان الخلية العصبية لا تتجدد وكمان الى جانب اهمية الخلية العصبية مهم جدا الارتباطات العصبية اللي بين الخلية دي كل ما زادت هذه الارتباطات كل ما اصبح المخ سليم وصحيح ما لم يصاب بحاجة وحشة جلطة او حاجة زي كده التعلم كلمات جديدة بيخلينا نفكر دايما الناس اللي بيجي لها قلس عيمر من اهم الاعراض اللي انا قارتها وتكلمت مع جوزي فيها لان انا جوزي طبيب وكان عامل كتاب كتاب كيف انا موت بيتكلم على ازاي حالات معينة بتأثر في الجسم وبتخلينا نموت فكمل ضمنها باب كامل وفصل كامل عن الالزايمر فالناس اللي بتصاب بخرف الشيخوغة او بالالزايمر من ضمن الاعراض اللي بتحصل انهم بيبقوا مش قادين يجمعوا الكلام ومش قادر يفتكر مسميات الاشياء وده يمكن حاجة كنت اتكلمت عنها زمان في حلقة من حلقات رمضان سنة كام 2018 تقريبا كان عن قوة الكلمات وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني فضل ادم بايه ان هو يعني زي من يقولوا ايه الانسان حيوانه ناطق الانسان حيوانه مفكر كانت الكلمة الكلمة مش مجرد داي الحيوانات اصوات لا ده فيه كلمات والكلمات كمان اثرت اللغات وتعقدت وبقى فيه افكار وبقى فيه مشاعر وبقى فيه حاجات بنفكر فيها وبندرسها الكلام ده كله الاصل كانت قوة الكلمة وعلم ادم الاسماء كلها الحيوانات عارفين عارفين الشجر عارفين الزرع عارفين الحيوانات التانية لكن ممكن يكون ما عندهمش مسميات يسموا بيها هذه الاشياء وهذه الامر المين غير احنا عندنا احيانا لكل يعني مثلا نشوفوا الاسد الاسد والليث والسبع والغضنفر مش عارف ايه السيف وده مش في اللغة العربية بس اللغة العربية لغة ثارية جدا جدا لكن كمان الانجليزية لغة ثارية جدا وكل لغة كل لغة اللي بيملك المفردات الاكتر في هذه اللغة بيقدر يعبر اكتر وبيقدر يجبر مخوة على انه يفكر في اتجاهات مختلفة فنتعلم مش لغات نتعلم كلمات جديدة شوفوا اللغات اللي انتو بتعرفوها اعتقد ابسط حاجة عربي وانجليزي في بعض الدول وعربي وفرنساوي في دول تانية حتى لو احنا ما كناش شاطرين في الانجليزي في المدرسة مش مشكلة بس نتعلم كلمات جديدة نعرف كلمات جديدة كل بيت من بيوتنا تقريبا في قموس افتحي القموس على اي صفحة ونقي كلمة واحدة بس وتعلميها كل ما حتزودي حصلتك من الكلمات سواء في لغتك الاصلية بيسموها اللغة الام او في اللغة اللي انت تعلمتيها في المدرسة كل ما حتزودي هذه الارتباطات اللي بين الخلايا العصبية ومسلا وانتو بتتعلموا القرآن اتعلموا معاني القرآن لان ان احنا نحفظ الكلمة حاجة وان احنا نفهم الكلمة حاجة عشان كده القموس حلو جدا جدا ان هو حتى فيه كمان المعجم اللي بيشرح معاني كلمات اللغة العربية احنا بنتكلم عربي مش هنفهمها لا هنفهمها بس فيه حاجات برضو مش هنفهمها فافتحي القموس دوري على كلمة واعرفيها كل كم يوم افتحي القموس ودوري على كلمة واعرفيها ده حيديك مفردات جديدة وحيخليكي تفكري في حاجة جديدة وهينشط مناطق التركيز والتفكير واللغة المخ بتاعنا له خريطة والعلماء رسموا خريطة للمخ الفرنت والنص اليمين والنص الشمال أو يعني اجزاء كتير قوي في المخ وكل جزء مرتبط يعني كل مركز مرتبط بوظائف معينة فتعلمي كلمات جديدة حاولي تستخدمي هذه الكلمات ده مش دراسة ما تغديوش على ان هو بقى زي ما كنا بقى بنذاكر وبندرس لا 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 دي حاجة بسيطة خالص ولا حنجبر نفسنا ولا حتحولها لمذاكرة ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص النقطة الاثناشر هو برضو لسه استيل في التعلم وهو ان احنا نتعلم مهارات جديدة بعد فترة من تعلم مهارات معينة اللي بنمارسها في حياتنا يوم بعد يوم يوم بعد يوم مخنا بيصاب بحالة من الركود وتلاقينا يعني بنحاول ان احنا ما نروحش في في حدود خارج نطاق المهارات اللي احنا عارفنا لو تعلمنا وخدنا قرار واعي ان احنا نتعلم مهارات جديدة زي ما قلتلكم هنبني ارتباطات جديدة بين الخلايا العصبية باث ويز طرق اشارات تلاقي الاشارات العصبية بتوصل بسرعة من هنا لهنا 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 وهتلاقي براكز المخ ارتبطت ببعض وهذا التفكير بيحافظ على صحة وسلامة مخنا ايه نوعية المهارات اللي ممكن نستخدمها ممكن المهارات دي تبقى تحت مسمى الهوايات انا ممعرفش ارسم هاتي ورقة وقلم وشو اخبطي وحاولي تعملي اشكال حاولي تعملي فورا لو في مفرش على الصالة على ترابيسة السفرة حطي ورقة وحاولي تنقلي بعض الخطوط اللي موجودة في المفرش ده مش تنقليه يعني ترسميها ترسمي شبهها اعملي اكلة ما تعرفيهاش يعني ايه حاولي مثلا تتعلمي على السيلفون بتاعك مثلا ازاي تعملي ادتنج للصور تعملي ادتنج للفيديوز ايه تاني تكتبي تعلمتي اللغات او تعلمتي الكلمات مهارة استخدام الكلمة دي مهارة حتى الحاجات اليدوية في البيت المسح والحاجات دي هاتي فرشة الوان واعملي لوحة عبيطة ما تجميش للوحة ولا بتاع هاتي ورقة وهاتي شوية الوان واعملي خطوط ورطوش ورسمة ابستراكت والرسومات اللي هي مش هنقول ما فيهاش فن قوي بس مش صعبة وعويصة زي اللي بينقل منظر واقعي هاتي ابرة وفتلة وحاولي تتعلمي الايتامين بردو ما تستثمريش وقت كتير ومتستثمريش فلوس كتير ابرة وفتلة واستعملي واعرفي ازاي تعملي غرزة البطانية والغرزة اللي هي كانت هاتتعملة زي الدياموند دية والحاجات دي مش عشان تعملي بقى مفرج وتعملي بقى حاجات بقى عظيمة والكلام ده لا 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 عشان تتعلمي مهارة جديدة المهارة الجديدة دي هتخلي دايما مخك صاحي ومتقنت شوفي طرق تانية وحاجات تانية تعملي بيها نفس الشيء اللي انت بتعمليه جربي مثلا تعملي صابون في البيت مش لازم برده تشتري حاجات كتير والكلام ده وهاتي المكونات الاساسية الصغيرة انا عملت بصراحة وكانت تجربة سيئة جدا جدا تقريبا يعني مش عارفة يعني لا والله ينفع برده وعملناه بس معرفتش اقسمه في اوالب ويطلع شكله حلو كده ولطيف زي الفيديوهات اللي انا بشوفها يعني مش مشكلة بس مهارة وعشان اعمل الصابون ده وتعلمت المكونات وتعلمت الحاجات وشوفت الناس وقعدت اقلب وقعدت اضبط وحط ده على ده وعملت فاعل كيميائي والكلام ده كله كل دي مهارات كل ما بتزودي المهارات اللي بتستخدميها على مدار اليوم كل ما هتحافظي على صحة وسلامة عقلك ومخك والفرق تاني ما بين العقل والمخ المخ هو العضو ده اللحم والدم والعقل هو الوظيفة اللي بيعملها المخ رقم 13 هي ان احنا نتواصل مع نفسنا ونرائب صحتنا العقلية والنفسية احيانا نقف كده ونقول ايه ده انا بقيت بنسه ايه ده انا مش مركزة ايه ده انا قاعدة عمالة اقرع بس مش فهمة الكلام او اول ما بقفل الصفحة بنسه او بتكلم مع حد وسامع الصوت وسامع هذا الشخص بيقول ايه والكلام ده كله بس مش قادر استوعب فشوفي الوظائف اللي على مدار اليوم اللي بتحسي انها وقعت منك هذه المراقبة هتخليك تحطي ايدك على نقطة معينة انا ما بقيتش اركز ليه بتعودي بقى تسألي كنت مرة قلتلكم ان هي في حاجة اسمها خمس مستويات من لماذا نبتدي بسؤال ونرد عليه ونرجع ان نسأل تاني لماذا على اجابة السؤال يعني ليه انا مش مركزة يمكن في حاجات شغلة دماغي نرجع تاني سؤال ليه في حاجات شغلة دماغك عشان في مشكلة بيني وبين جوزي ليه في مشكلة بينك وبين جوزك عشان انا عايزة يمين وهو عايز شمال ليه انت عايزة يمين وهو عايز شمال عشان هو رافض فكرة كذا 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 ليه هو رافض فكرة كذا 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 عشان حاسس ان الموضوع ده كذا كل من من صعد السؤال بيننا وبين نفسنا درجة كل ما هتتكشف لنا اجابات جديدة فرقبي خلال اليوم لو بتنسي انا مثلا من ضمن الحاجات انا بقول انا مقدرش اعتمد على ذاكرتي في اي حاجة ليه شفتوا قديني بسأل ليه عشان في امور كتيرة قوي بعملها كل يوم ليه عشان انا عندي شغل وعندي ولاد وعندي هوايات وعندي مسؤوليات وعندي ناس بحب اتكلم معاهم وعندي ناس بحب اتصل بيهم وعندي حاجات بعملها ففي حاجات كتير ليه في حاجات كتير عشان انا بحب ده عشان انا مقدرش اعيش حياتي بدون هذه الادوار طيب اعمل ايه بقى عشان احني نفسي من النسيان اكتب اكتب كل حاجة عشان كده انا ماشي بورقة وقلم دايما وفيه ورقة وقلم وفيه اجندة وفيه بلانر وفيه الحاجات دي كلها حواليا كنوع من الريمايندرز الحاجات اللي بتفكرني الحاجات اللي بتخليني حاجة من الحاجات مثلا اكتشفت ان انا قدراتي الحسابية قلت خالص يعني على مهندسة انها توقف محتاسة مش عارفة تجمع وتطرح والكلام دوة يعني يعيب ما يصحش فسألت نفسي ليه عشان ما عدتش بعمل اي عمليات حسابية ليه عشان بقي تستخدم السيل فون في اي عمليات حسابية اه طيب اعمل ايه عشان لان خدوا بالكم ان ده نوع برضو من انواع الزكاء ونوع من انواع او الوظائف اللي مخنة لازم يشتغلها فلو ما اشتغلهاش يبقى في حاجة مش مزبوطة فاكتشفت ان فيه طريقة وسيلة حقولكم عليها في النقطة النقطتين الجايين اللي هي نقدر ننمي حاجات معينة فرقبي صحتك العقلية والنفسية وحللي لو لقيت فيه خلل في نقطة ما خلل في حتة كده اسألي نفسك ليه ولما تلاقي الاجابة اسألي تاني ليه الاجابة دي ليه وهكذا لغاية ما توصلي للسبب الاصلي والحقيقي لو وصلنا للسبب الاصلي والحقيقي حنقدر نحط حل سليم وصح الحاجة التانية ان لما نرائب صحتنا العقلية والنفسية حنلاقي نفسنا في تواصل اكتر مع مشاعرنا مش هنكبتها وفاجأة نلاقيها بتظهر في صورة انفجار في ولدنا او في جوازاتنا او في زميلنا في الشغل او مع ابهاتنا وامهاتنا المراقبة اليومية دي اللي احنا حاسين بايه ايه اللي فجأة كده وقف لو تلاحظوا انا احيانا وانا بتكلم تلاقوا في كلمة معينة وقفت ايه ده ايه ده ايه ده ليه عمانة بردو بسأل نفسي لان الافكار كتير اوي وده خلاني دورت ان تقريبا احنا بنفكر بسرعة اعلى بكتير اوي من السرعة اللي بنتكلم بيها فتخيلوا كده في افكار محشورة في مخنا مستنية دورها انها تيجي في مجرى الكلام من علا لسننا وتطلع فالأفكار قاعدة عملت تتصارع جوه دماغنا فعشان كده أحيانا بقف أبقى مش فاكرة الكلمة العربي بتاعت مصطلح إنجليزي أو مش فاكرة اسم كاتب معين من الكتاب زي مبارح مثلا يسيت اسم دكتور جمال حمدان اللي عمل شخصية مصر أو أن أنا مثلا قريت معلومة معينة في كتاب معين وعايز أرجع له بس مش قادر أفتكر الكتاب ده إيه فلما دورته ده عبست لأني رائبة صحتي النفسية والعقلية عرفت إن تصارع الأفكار الكثيرة في دماغي هو اللي بيعمل اللجلجة دي وبقى وقفة بحاول أجمع أفكاري مش عارفة كمان لقيت الحل إن أنا أخد بوز ثانية أسكت فيها لما أسكت فيها ما بقاش بقى فيه صراع ما بين العقل واللسان بقى خلاص اللسان ساكت منتظر لما العقل يرتب الأفكار ويستفها عشان أبتدي أتكلم عنها فرأبي صحتك العقلية والنفسية واسألي نفسك ليه دايما ليه ده بيحصل رقم أربعتاشر حاجة تكلمت عنها كتير قوي 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 النوم وللأسف وأنا قلتها لكم قبل كده أنا إنسانة بقعاني مع النوم ابني بيسألني بيقول يا ماما إيه أكتر حاجة بتكرهيها في حياتك بقول له النوم أنا نفسي أعيش حياتي بدون نوم لكن للأسف ربنا سبحانه وتعالى خلق فترات السكينة والنوم والراحة ونحن نخش في النوم العميق عشان جسمنا يصلح نفسه الأطفال الصغيرين بينمو بهرمون النمو هو اللي بيخليهم يكبروا ووظائفهم تقوى بالنسبة للكبار بقى اللي خلاص معدوش بيكبروا هرمون النمو بيساعد الجسم إنه يصلح نفسه فلازم ناخد موضوع النوم لازم ننام فترات معقولة أحسن نوم هو إنه ننام وقت الظلمة كنت قاعدة عمالة أقرأ على تاريخ اضطرابات النوم فلاقيت معلومة لطيفة قوي 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 إنه اضطرابات النوم زادت جدا 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 بعد دخول اللمبة لمبة الكهرباء لأنها مكنت الناس إنه هم يخلقوا نور صناعي داخل البيوت ويقدروا يعملوا حاجات تانية زيادة فبتدت يبقى فيه اضطرابات النوم أو بكسرة تكسر اضطرابات النوم لأن جسمنا بيستجيب للضوء والضلمة سبحان الله ربنا خلق في جسمنا وظائف معينة وفانكشنز ومعينة بتساعدنا على إنه نعيش حياتنا على أفضل ما يكون فكان مثلا من ضمن الحاجات إن الناس اللي بتعيش في المناطق اللي هي الشمالية قوي اللي هي فيها 12 ساعة نهار و12 ساعة ضلمة وأحيانا بقى كمان بتبقى بالفصول إن 6 شهور الشمس لا تغرب و6 شهور الشمس ما بتغيبش فلاقوا إن جسمهم عمل بعض التفارات الجينية عشان يتغلب على الظروف الخاصة اللي موجودة في المكان اللي هم عايشين فيه إحنا الناس اللي عايشين في أماكن فيها ليل ونهار كانت جدتي الله يرحمها أول ما تصلي المغرب تبتدي بقى يومها بقى يقفل حيث إنها تصلي العيشة تكون نامت وأيام كتير قوي لما يتأخر العيشة كانت تنام بعد المغرب على طول وتصحى قبل الفجر تصلي العيشة والنوافل وكل حاجة وكده تصلي الفجر لما يقزن وتكمل يومها كان النوم بالنسبة لها شيء أساسي جدا جدا وساعتها البيولوجية كانت مضبوطة على والدي بيعاني من النوم أنا كمان بعاني زي والدي من النوم من موضوع النوم لأننا كنا دايما مليين حياتنا بحاجات كتير عايزة أعود أقر عايزة أشتغل عايزة زيكر عايزة عايزة أريسرش لما كنت بعمل رسائل الماجستير بتاعتي والكلام دو طب أنا طول النهار عدم بشتغل 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 هنا وهنا وهنا وبنظف وبعمل وفي الشغل وكلام دو وقت بقى هدوء الليل هو بقى اللي أنا بحس بقى أنا ما عنديش أعباء والكلام دو فبقيت أسهر بالليل شوية شوية ابتدت دورة النوم تتلخبط طبعا دلوقتي غير اللمبة اللي هي النور عشان كده أنا في بيتي مثلا ما عنديش لومة الفلوريسانت اللومة الفلوريسانت وحشة جدا جدا لأنها جسمنا بيتعامل معاك كأنها ضوء الشمس وده غلط ما يصحش لأن كده لخبطنا الساعة البيولوجية بتاعت جسمنا الدوء الأزرق الدوء الأزرق هو النور اللي جاي من الشاشات شاشة التلفزيون شاشة الآيباد شاشة الموبايل شاشة اللابتوب كل الشاشات دي بتعمل دوء أزرق هذا الدوء الأزرق بيحفز المخ ويخليه صاحي ويخليه ما ينامش فنراجع عادتنا اللي هي عادات النوم وللأسف للأسف إحنا بنجني على أولادنا لما بنسمح لهم أن هما يصهروا ويصهروا كتير يمكن دي حاجة أنا ما شفتهاش في صديقاتي أو في الأسر الصديقة اللي هما الكنديين أو الإنجليز أو اللي هما يعني الغرب الأطفال متحدد لهم الساعة 7 هيناموا الساعة 7 هيناموا يجبروا شوية تبقى الساعة 8 يجبروا شوية يبقوا الساعة 9 وده أقصى حاجة لأنهم عارفين ومدركين أهمية النوم لولادهم إحنا بقى مخليين ولدنا صحيين ليل ونهار وطول الليل حاجات بتحفز مخهم أنه يبقى صاحي ومبينا مش كويس وده بيأثر على قدراتهم وعلى قدراتهم الاستيعابية العيال بقوا خايبين في الدراسة بقى دي الأعم مش بس علشان المدارس بقت وحشة والمدرسين بقى وحشين والنظام التعليم بقى زي الزفت في عامل كبير جدا محدش بيتكلم عنه إن القدرات الاستيعابية للأطفال نفسهم قلت والقدرات الاستيعابية دي مختلفة عشان كده اسمها قدرات مش قدرة يمكن بيعرف يمسك السيلفون ويلعب ويلعب كاندي كراش ويفتح اليوتيوب ويدور على الفيديوهات بتاعته ده نوع من المهارة واحد لكن لما يجي يجمع يطرح يستخدم اللغات يتعلم الأحداث التاريخية يتعلم الساينس الكلام ده مش عارف لأنه تركيزه على نوع معين من القدرات وسايب القدرات التانية لأن مخه مش قادر ما عادش قادر يفنشن ويستوعب الأمور الأخرى عامل من العوامل اللي بتأثر على قدراتنا الاستيعبية حتى إحنا الكبار هو النوم لو بتنسي لو تبقي دخل قوضة وتقولي إيه ده أنا دخلت القوضة دي عشان إيه أو تبقي مثلا ماسك حاجة هتترمي في الزبالة تروحي فتحة التلاجة وحطها في التلاجة مواقف كده طريفة ظريفة طول الوقت واحنا بنعملها لو الحاجات دي متكررة شو في نومك ممكن يكون سبب كبير جدا جدا من إرهاق مخك وعدم قدرتك على التركيز وضعف قدرتك الاستيعابية جاي من إطرابات النوم السليب أبنيا الناس اللي بتشخر للأسف الشخير ده على فكرة وللستاته وللرجال بلاش نضحك على بعض أنا دايما أنا أقول مفيش حاجة اسمها ليدي بتشخر أنتو بتقولوا إيه لكن ده أنا بنكر بس لكن لا عادي فيه ستات كتير قوي بتشخر وممكن يكونوا كمان صغيرين في السن الشخير ده حاجة لا إرادية بتحصل نتيجة أن الهوى مش داخل صح في مجرى الهوى يا إما بيبقى فيه التهاب جوه يا إما بيبقى فيه لحمية يا إما بيبقى فيه من السمنة المفرطة في ناس بتجي لها برضو اطرابات النوم دية وانقطاع التنفس في أثناء النوم لأن ده شيء خطير جدا أحيانا بتكون المخدة غلط أو النوم غلط أحيانا بتكون وضعية جسمنا غلط في أسباب مختلفة للشخير لازم برضو ندرسها ونشوف إحنا بنعمل إيه ولو إحنا متجاوزين نسأل إجوازاتنا أنا بشخر إمتى؟ أنا بشخر إزاي؟ لو هو نفس الحكاية أنت تقوليله بحيث أن إحنا نلاقي حلول للمشاكل اللي بتأثر على جودة نومنا لأن النوم للأسف بيأثر بقى على الاتنين على المخ وعلى عقل بيأثر فعليا على خلايا المخ وضمرها بتضمر وبتتملي حاجات مواد سامة الجسم مش بيستفيد منها والجسم مش محتاجها فبتأثر فعليا على المخ وبتأثر على قدراتنا العقلية في الاستيعاب وفي أن نحن نشتغل وأن نحن يبقى يعني قدراتنا العقلية صحيحة وسليمة رقم 15 هو الكتابة في أبحاث برضو عترت عليها بتدلل على أهمية الكتابة عارفين زي كتابة المذكرات دي يمكن كانت في البنات الصغيرين دايما اللي هما البنات الصغيرين تكتب بقى حسيسها بقى أو مش عارفوا مش عارفها والكلام دو فدلوقتي الأبحاث اللي تعملت على الجورنالينج إن احنا نجيب نوتها ونكتب بعض الأحداث أنا كان عمي الله يرحمه كان لازم يكتب كل يوم الأجندات بتاعته كانت سروة أنا مسكته قعدت أفر فيها أفر فيها ولاقيته كاتب اليوم اللي أنا تولدت فيه وكاتب اليوم اللي أولادي تولدوا فيهم والفرح بتاعي وحاسس بإيه وكان فرح جميل واستمتعنا وكذا 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 ومشاء الله يعني كانت قدراته العقلية لغاية آخر لحظة يعني عالية جدا جدا فالكتابة بتساعدنا أول حاجة على تفضيط الأفكار اللي مالية مخنا اللي متزحمة هو مخنا الحاجة التانية الكتابة بتخلينا نراجع مشاعرنا وبالتالي مدام راجعنا مشاعرنا وبتدينا نفهم هذه المشاعر كده احنا دخلنا بقى في الصحة النفسية ده بيأثر على صحاتنا النفسية على فكرة أنا زودتهم شوية عن العشرين لما لقيت حاجات تانية وفتكرت حاجات تانية قوم بقى واحد وعشرين هي واحدة بس اللي أنا زودتها فنرجع تاني للكتابة الكتابة مهمة جدا هاتي نوتة خليها عندك واكتبي فيها كل يوم الصبح بالليل قبل ما تنامي الصبح أول ما تصحي ممكن تكتبي انت شاكرة لإيه إيه في حياتك حل وجميل أو تكتبي خطتك للنهار ده عايزة أعمل كذا وكذا وكذا بس تكتبيها مش مجرد نقاط تكتبيها تقولي شوية من مشاعرك يمكن في الأول يبقى الموضوع صعب لو مش متعودة على الموضوع ده لكن الأبحاث اللي أنا قررتها وهي أبحاث مؤكدة علمية مش جايبها من على حتى أي كلام ولكن من مجلات علمية محكمة بتؤكد على أهمية الكتابة والجورنالينج كل يوم في صحتنا العقلية والنفسية رقم 17 هي إنجاز الأعمال أنا عملت فيديو قبل كده كان اسمه الإنجاز أفضل من الامتياز وللأسف فيه ناس ما عجبهاش الكلام ده مش إن أنا بقول إن إحنا ما نتقنش عملنا ولا إن إحنا نتميز أو نعمل الحاجة بامتياز ولكن أنا كنت بتكلم إن في بعض المواقف إن أنا أنجز هذا الأمر أهم بكتير من إن أنا أتأكد إن أنا عملته على أتم وأحسن وجه لأن ده ممكن يخليني أماطل وأجل والموضوع يطول والكلام ده كله أحط لكم الفيديو ده وياريت تشوفوه لأن فيه خمس أسباب إن الإنجاز مهم والنهار ده بقى بطيف سبب إن الإنجاز مهم هو صحتنا العقلية والنفسية الإنسان لما بينجز أمر ما لما بيخلص شيء معين جسمه بيفرز هرمونات السعادة ودي مجموعة من الهرمونات حوالي أربع أنواع كل واحد فيهم بيفرز في موقف معين منهم هرمون لما تحقق حاجة لما تنجز حاجة وللأسف ده سبب من أسباب ليه أولادنا وشبابنا وأحيانا أجوازاتنا وفيه ستات كمان مدمنين للجيمز للألعاب لأن الألعاب دي بتديهم إحساس كاذب بالإنجاز واعوة أنا خلصت اللي في الأولاني ده دخلت في الثاني ده أنا الجولد بتاعي ولا الدايموند بتاعي في اللعبة دي بقى كذا مش عارف إيه إحساس كاذب بالإنجاز عشان مخنا ينال نفس الفايدة اللي الجيمز دي بتعملها لنا ندور بقى كل يوم عشان كده تيجي أهمية التخطيط والمهام اليومية إن لما نكتب المهام اليومية وكل يوم لما ننجز حاجة نحط عليها صح أو نشطبها أو الكلام ده كله ده بيحفز مخنا ويحافز على صحتنا العقلية والنفسية عشان كده الناس الكبيرة اللي حياتها بتبقى فاضية قدراتها العقلية وصحتها النفسية بتتدور لأنها كانت سيدة أم ومسؤولة عن البيت بتصحى الصبح عايزة تطبخ لده وتغسل لده وتاخد بالها من ده والكلام ده كله فجأة بقت ستة كبيرة ستة عجوزة أعودي بقى مكانك ملكيش دعوة إحنا اللي هنطبخ إحنا اللي هننظف أنا اللي هربي الولاد أنت أعودي كده ما بقاش ليها دور فبالتالي ما بقاش ليها أعمال علشان تنجزها فتبتدي صحتها العقلية والنفسية تدهور طبعا إحنا في مجتمعاتنا ما عندناش ثقافة التطوع ما عندناش ثقافة إنها تسهم يعني يعني مثلا من ضمت الحاجات مثلا في ليها صديقة كبيرة في السن أنا بحب جدا إن أنا أصاحب الناس الكبارة في السن سواء رجالة أو ستات هذه الصديقة يعني مامتها من أصول فرنسية فالبنت بتعرف تتكلم فرنساوي كويس قوي فرحت الكنيسة اللي هي بتروحها وقالت لهم أنا ممكن أدي دروس فرنساوي ببلاش للأطفال اللي هم بيرتادوا الكنيسة مع أسرهم وبقت بتدي مرتين في الأسبوع دروس فرنساوي وبتحكي لي وبتقول لي لا تتخيلي السعادة اللي أنا حسيت بيها لما ابتديت إن أنا أنزل وأروح وأجي وأتعامل مع الأطفال وأديهم واجب وأخد أصحح الواجب بتقول لي حياتي اختلفت خالص 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 فاكتبي قيمة بحاجات عايزة تعمليها وكل ما تنجزي مهمة من المهام دي شتوبي كده عليها وفرحي بنفسك شوية سيليبريت يعني احتفلي أنا أنجزت النهار دا كذا أنا عملت النهار دا كذا وممكن دا يكون إحنا هنرتب كورنر في البيت هنخلل شوية جذر هنعمل كذا هنعمل كذا كل ما زودنا قيمة الإنجازات بتاعتنا وما تستهي فيش أي إنجاز ما توليش إيه يعني خللت شوية جذر ولا شوية بصل إيه المشكلة لإن الحاجات دي بتخلي المخ شغال بتحافظ على صحيتنا النفسية وبتحسسنا إحساس كده لطيف إن إحنا لنا إيما النقطة السبعتاشر هي الألعاب تصوروا إن الألعاب ممكن تكون وسيلة حلوة جدا 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 للحفاظ على صحتنا العقلية والنفسية بس مش أي ألعاب لو قعدنا نلعب إلى حد الإدمان كده عملنا خلل ومصيبة سودة في صحتنا العقلية والنفسية ولكن في بعض الألعاب الدراسات قالت إنها ممكن بتساعد على الحفاظ على قدرتنا العقلية منها مثلا السودوكو أنا ابتديت ألعب سودوكو لما لاحظت إن أنا إذا دمعتش فيه أرقام في حياتي والأرقام اللي أنا بشتغل بيها أرقام بسيطة يمكن مثلا بشوف ترندات السيلز مثلا بعمل بيزنس بلان بشوف الماركت بعمل شوية كالكوليشنز وحتى الكالكوليشنز دي ماش بعملها بدماغي ده أنا بحطها في أكسل شيت يا إما في سوفتوير معين والسوفتوير بيحسب لي الحسابات دي فما بقتش بعمل بشتغل بالأرقام بحسب حاجة الناس مثلا اللي وقفين في محلات والكلام ده هو مخهم صاحي شوية في الأرقام فدورت فلاقيت إن لعبة السودوكو يا اللعبة اللي زمان كنا بنلعبها في ميكي للجيب كتيبات ميكي للجيب والكلام ده آه كمان مثلا الكلمات المتقطعة من الألعاب اللي بت بتزود قدراتنا الاستيعابية دول العبتين مثلا أنا بحبهم جدا جدا وحطاهم على السيلفون بتاعي أنا بلعب آه في شوية جيمز تانية بلعبها آه مش هاعد طول النهار والليل ومش زي كان دي كراش آه مدمنة بقى واعد عشان آه 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 بقيت يعني بقى تنافس مش 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 بفكر فيه قدمه تنافس تاك 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 حتى اللي بيلعبه آه آه اللي هي الفيديو جيمز باستخدام الكنترولر هو مش 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 بيزود زكاء ولا حاجة فيه ألعاب معينة ولكن لو لو زودنا اللعب فيها برضو بتعمل لنا مشاكل فهاتي الكلمات المتقطعة من المجلات ومن الجرايد وهاتي لعبة السودوكو ولعبيها حتى لو في الأول كتقيلة آه مش عارفة قوي مش مش بحل حاجات بسهولة الكلام ده كله شوية شوية بتمرن مخنة على التفكير آه ممكن تحلي شوية حساب آه الحساب بتاع الأطفال بتاع الابتدائي برضو بينشط مخنة شوية النقطة الثمنتاشر هي المزيكة مش عايزة حد يقول لي حلال وحرام عايزين تنقشوا حلال وحرام فيه حدث تانية تنقشوا فيها ولكن فيه أبحاث كتيرة جدا جدا أثبتت إن المركز في مخنة اللي بيتعامل مع الموسيقى هو نفسه اللي بيتعامل مع القدرات الحسابية هو اللي بيتعامل مع قدراتنا في التفكير المنطقي وربط الأشياء ببعض آه أينشتاين مثلا كان آه لاعب للكمان بيلعب كمان لعب هايل جدا جدا و فيه دراسات بالم ر آي اللي بياخدوا بقى صورة للمخ وهو شغال وهو بيفكر ويشوفوا الإشارات اللي بيحل مسألة حسابية أو اللي بيتعلم العزف على المزيكة أو اللي بيستمع للمزيكة التلاتة دول بيستخدموا نفس المركز في المخ عشان يتعاملوا مع هذي الوظائف المختلفة فالاستماع للموسيقى خاصة بقى الموسيقى المعقدة اللي هي بقى احنا ايه ما بنحبها ما بنحبهاش اللي هي الكلاسيكية أو اللي فيها نغمات رشيقة مختلفة زي مثلا عمر خيرت زي عمر الشريعي زي ياسر عبد الرحمن مقطوعات موسيقية معقدة ومركبة بليغ حمدي بيستخدم نفس الاسلوب في ان هو مش بقى نغمة واحدة دن 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 عارفين زي مين زي اغاني شعبان عبد الرحيم هو لحن واحد متكرر 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 ده مش بيخلي مخينا يفكر ولكن المقطوعات الموسيقية اللي لما نستمع لها اللي هي ثرية اللي هي المقطوعات الغنية اللي فيها آلات متعددة ونغمات متعددة وعالي وواطي والكلام ده بيحفز المخ وبيزود النشاط العقلي والنفسي رقم تسعتاشر هي الاشغال الفنية يمكن انا اتكلمت عليها في المهارات قبل كده المهارات دي واسعة جدا جدا سي عمرك مثلا ممسكتي شكوش او دقتي مصمار لو تعلمتي تدقي المصمار دي مهارة من المهارات مش هتشتغلي نجار بس تعلمتي هذه المهارة الاشغال الفنية بقى لا دي انا عايزاكي تعملي حاجة وتكمليها للاخر تشتغلي مفرش ترسمي لوحة تعملي تبلوه من اصائيس حاجة معينة تعملي اوبيسون تعملي كذا تعملي كذا دوري ابتدي بهواية فنية واحدة واكملي القطع دي اولا ده حيضرب كذا عصفور هتتعلمي مهارة جديدة هتحسي بالانجاز مخك هيكون نشط اثناء ما انت بتعملي هذه القطعة زي ما قلت لكم احساسك بالانجاز هيزيد الحاجة التانية كمان ان هي لازم تكون حاجة مختلفة عن الحاجات اللي انت بتعمليها على خلال اليوم مثلا فيه سيدة تقول انا هويتي الطبخ لا معلش الطبخ ممكن ما يكونش هوية ليه لان مدام انت حاجة بتعمليها لأسرتك لو انت حاجة ما بتعمليهاش ومطلبة بيها ممكن تبقى هوية الهواية هي شيء انت بتعمليه لاستمتاعك الشخصي فنقي حاجة تعمليها لاستمتاعك الشخصي رقم عشرين هو التفكير في حلول لبعض المشاكل كل يوم كده فكري في حواليك كده في مشكلة ما في البيت او في مشكلة في حياتك كل ما تفكري في حل لبعض المشاكل ده بيخلي برضو قدراتك الاستيعابية تزيد مخك يشتغل الارتباطات بين الخلايا العصبية الحاجة التانية الفوزير الفوزير عبارة عن مشاكل فلما تحلي الفوزير دوري كده اونلاين على فوزير للحل بس ما تدوروش بقى على الفوزير اللي كنا بنتفرج عليها لما تحاول تحلي هذه المشاكل الصغيرة ساي مثلا درج مش راضي يقفل مش راضي يقفل ليه عشان كذا عشان فيه كذا اه ده في حاجات كتير قوي خلينا اطلع منه حاجات ورتبها بالشكل فلاني ازاي ارتب الدرج ده وبحيس انه اللي بتقابليها على مدار اليوم وتفكري في حل ليها برضو بتخلي مخك صاحي و و وعلى طول بيفكر وعلى طول بيتعلم حاجة جديدة وكله بقى ايه بيرتبط ببعضه اخر نقطة هكلمكم فيها هو الميديتيشن او جلسات التأمل او ما يسمى في ثقافتنا بالخلوة لازم نقفل مخنة شوية صعب انا عارف انا حاولت كتير قوي من كزا سنة جربت اروح اليوجا وكت خلاص هموت يعني اول مرة رحت ما قدرتش اكامل السيشن لاخره صراحة طلعت طلعت اتكلم مع اللي هي الريسيبشنست لقيت الكلام معها قلطف بكتير من ان انا قاعد وطبعا المشكلة لو تعلمنا عن الحاجات دي من الافلام الافلام خصوها الكوميديا وبيبقى تطلعها علشان نضحك عليها فاليوجا مش اليوجا الميديتيشن الميديتيشن ان هي فترات صمت انتي هتقعد على الكنبة معاك استيلفون بتاعك وفكرة ان دي فترة صمت لا انتي ما بتتكلميش قالك المخك شغال او قاعدة مثلا على الكنبة مهمومة وحطة ايدك على خدك وبتفكأي انتي قاعدة سكتة بس ده مش معناه ان مخك صامت فترات الصمت وعلى فجأة ممكن يبقوا خمس دقايق ممكن تكون وانتي بتاخديدوش ان انتي تحاولي ان انتي ما تفكريش في حاجة وكل ما تلاقي نفسك حتي كده ورجعتي تاني لمشكلة اللي مقرقاك يتفكري جاة ترجعي تاني عشان كده بيقولك ليه دايما جلسات التأمل معها تنفس ودي بقى النقطة اللي بعد كده وهي التنفس مخنا بيشتغل بالأكسوجين وللأسف احنا بنقذي وظائف التنفس عندنا فيه اللي زي مولود بحساسية والحساسية دي بتظهر بشكل او باخر خلاص هنعمل ايه ولكن بقى لما نشرب سجايا لما نملبتنا بالمركبات الكيميائية اللي بنستخدمها في التنظيف والكلور والحاجات دي لما يبقى فيه تراب لما يبقى فيه حاجات مؤذية تؤذي قدرتنا على التنفس ونحنا نشم الحواء والرقتين بتاعنا يمتصوا الأكسوجين يوصلوا للمخ أكبر جزء من الأكسوجين اللي بينتصوا جسمنا بيروح للمخ المخ هو أكبر مستحلك للأكسوجين عشان كده الناس اللي بتشرب سجاير أنا بصراحة بستق منهم جدا جدا خصوصا بقى كمان الستات يعني انت بتشرب سجاير بتأذي نفسك و أزى بقى عن جميع الاتجاهات تبص تلاقي التجعيد اللي حوالين الشفايف زادت عشان كده الستات كتير قوي من اللي بتشرب سجاير بتكمان بتعمل باطاكس وفيلرز عشان التجعيد هالات تحت العينين الإلاستيسيتي بتاعت الجلد بتروح المرونة بتاعت الجلد بتروح أضف إلى ذلك بقى مشاكل القلب والرقة والتنفس والأكسوجين مش واصل لمخنا هقول لكم مثال لو جبت صباعي ده ولفيت عليه فتلة وردت قوي وفضلت سايبة كده كزا يوم هيحصل ايه فيه هيزرق هيدوحس لأن مش وصل له دم ايه فايدة الدم انه وصل لأكسوجين هو ده اللي بيحصل لمخنا وهو ده يعني سبب كبير جدا جدا من ان الناس بيجي لها لما بتكبر في السن خرف الشيخوخة والالزايمر ان الاكسوجين مش واصل المخ بيضمر الخلايا بتضمر والخلايا العصبية لا تتجدد بنتولد بعد دمائيا من الخلايا ما بننتجش خلايا تانية ولكن ممكن نزود الارتباطات ما بينها فالسجاير الدخان الشيشة التراب الابخرة بتاعت الطبخ والحاجات دي هوي هوي البيت حاول يتحفظي عليه من ان التراب ما يدخل شي لو في حاجة بتدخل شقوق في التراب حطي اشتري فنتليتور اشتري للبيت بدل ما تستثمري في حاجات للبيت انت مش محتاجاها اشتري فنتليتور اشتري منقل الجو احسن كل ما زودتي الاكسوجين للمخ كل ما حافظنا على صحتنا العقلية والنفسية خلصت النقاط 22 وعشرين نقطة يمكن يكون في حاجات تانية بتحافظ على المخ يا ريت لو في متابعة او متابع من المتابعين عارفين حاجة معينة او معلومة معينة انا ما قلت هاش يا ريت تزودوها نتعلم كلنا ونحاول نحافظ على مخنا وعلى عقلنا لان في النهاية ايه العقل زين اشوفكم بكرا شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة